قبل ما نبدأ ياريت توصلوا الفيديو ده ل 6500 لايك على اليوتيوب عشان ننزل الفيديو اللي بعده في اسرع وقت في البداية حابين ننوه اننا فتحنا قناة جديدة للملخصات الافلام اسمها فيلم في البريك هتبقى متخصصة بس في ملخصات الافلام والمسلسلات هتلاقي رابط القناة في صندوق الوصف خلصنا الجزء الاول من ارك البحث عن تسونادي لما نروت وعرف يحافظ على تشاكرا في ايده وهجم على تسونادي بس تسونادي شقت الارض بصباحة ووقعته وقالت له التقنية اللي انت هجمت بيها دي اسمها راسنجان وانت لسه ما اتقنتهاش كويس وما حدش بيعرف يستخدم التقنية دي غير جيرايا والهوكاجي الرابع وانا هعمل معك رهان لو انت عرفت تتكن التقنية دي في خلال اسبوع هديك العقد ده فجيرايا قال لناروتو العقد ده بتاع الهوكاجي الاول وغالي جدا فنروتو وافق على الراهان بس لما روح شيزوني مساعدة تسونادي خبطت عليه وقالت له بلاش تدخل رهان مع تسونادي على العقد ده لان اي حد بيلبس العقد ده غيرها بيموت وبدأت شزوني تحكي لناروتو قصة العقد وقالت له تسونادي كانت بتحب الحياة وكانت بتحب القرية جدا ودت العقد ده لاخوها نوكي في عيد ميلاده الاثناشر وساعتها كان في حرب ونوكي كان زيك كده حلمه انه يبقى الهوكاجي وتسونادي كانت فرحنة بيه وقال لعيته حميت الجبين وبسته في راسه بس تاني يوم نوكي مات في الحرب وتسونادي زعلت عليه جدا وبعد فترة اتعرفت على دان وعرفت ان اخته الصغيرة ماتت وحست انه شبهها وحبه بعضهما الاثنين ودان كان حلمه برضو انه يبقى الهوكاجي وتسونادي قدته العقد وبست راسه زي نوكي بس برضو دان مات في الحرب وتسونادي ما قدرتش تلحقه ودمه كان على اديها هو من ساعتها وهي عندها رهاب الدم ومن بعد موت نوكي ودان وتسونادي اتغيرت وبقت مكتائبة جدا فنروت وبعد معرف قصة تسونادي خرج تاني يوم يتدرب بكل قوته وجي رايا راح لتسونادي وقال لها انا عارف انه قريتشي مارو جالك واكيد عرض عليك حاجة بس انا بحذرك انت لو خنت القرية انا اللي هقتلك فتسونادي قالت له انت جبت نروتو معك ليه فقال لها عشان انا عارف انه هيفكرك بنوكي لانه شبهه في كل حاجة ومشيت تسونادي وكانت محتارة توافق على صفقة قريتشي مارو ولا تبقى لهوكاجي وتروح مع جراية وقعدت تسونادي طول الاسبوع تفكر ونروتو كان طول الاسبوع بيتدرب عشان يتكن تقنية راسنجان ويكسب الرهان مع تسونادي بس معرفش يتكنها وتسونادي كانت بتتفرج عليه وهو بيتدرب بس بعد تدريب كتير نروتو تعب ووقع واغمع عليه فشازوني شفته وخدته على قطه وكان فضل يوم على مهلة قريتشي مارو لتسونادي وعلى رهان نروتو وتسونادي وتسونادي قررت انها توافق على صفقة قريتشي مارو وحطت للجراية في الخمرة اللي بيشربها عقار ملوش للون ولا طعم ولا ريحة والعقار ده خلت جراية مش مركز وتسونادي عملت كده عشان جراية يسبها تروح لقريتشي مارو وبعد كده تسونادي سابت جراية وراحت تشوف نروتو ولما شفته تعبان قالت ما كانش مفروض اعمل الرهان ده معاه فشازوني قالت لها اوعد كوني هتوافق على صفقة قريتشي مارو لو وفقتي انا اللي همنعي فتسونادي قالت لها انت نسيتي نفسك ولا ايه وجريت تسونادي من جنب شازوني بسرعة وضربتها فشازوني اغمع عليها وتاني يوم تسونادي راح اتقابل قريتشي مارو وصحي نروتو وشازوني وجراية جالهم بعد ما فاء من العقار بتاع تسونادي وشازوني قالت له كل حاجة عن صفقة قريتشي مارو وكابوتو كان وايف بيرقبهم عشان قريتشي مارو بعته عشان يقتل شازوني بس لما شف جراية ماشي وجراية خدهم وراحوا بسرعة عشان يلحقوا تسونادي وتسونادي في الوقت ده كانت قابلت قريتشي مارو وكانت هتبدأ تعالج دراعه بس فجأة كابوتو جاه وحدف عليهم كناي وكابوتو قال لقريتشي مارو تسونادي ما كانتش هتعالجك دي كانت هتقتلك فقريتشي مارو قال لها عملت كده ليه فتسونادي قالت له انا صحيح كان نفس اشوف نوكي ودان تاني بس انا كان عندي نفس الاحلام اللي كانت عندهم ولازم احققها عشان كده التفاوض بتاعنا بوز وهقتلكو دلوقتي وجريت تسونادي وضربت الارض برجلها كسرتها فكابوتو قريتشي مارو هربوا فتسونادي ضربت الحيطة وكسرتها وقعدوا اهربوا منها لحد ما تعبوا وكابوتو وخذ حبوب تغزية وبعد كده استخدم نينجي تسو طبي وجي من تحت تسونادي وهجم عليها واصاب عضلات ايديها وهجم تاني واصابها في صدرها وتسونادي ما كانتش قادرة تتنفس بس فجأة تسونادي بقت وراه وضربته فرسه من وراه ووقعته وبعد كده جريت عليه وضربته تاني وكابوتو ما كانش عارف يتحرك فتسونادي قالت له انا لما ضربتك الدربة الاولى حولت اللي تشكرة بتاعتي الكهرباء واصابت اعصابك والاشارات العصبية بتاع الدماغك اختلطت يعني مثلا لو عايز تحرك ايدك رجلك هي اللي هتتحرك وبعد تسونادي ما شرحت له استخدمت تقنية علاجية عشان تعالج نفسها وكابوتو كان عمال يحفظ التحركات المختلطة بتاعت جسمه لحد ما اتقنها وعرف يتحرك وهجم على تسونادي بس جي جي رايا ونروتو وشيزوني ووقفوا قدام كابوتو بس تسونادي وسعتهم وهجمت على كابوتو فكابوتو تفداها ومسك الكناي وعور نفسه فاتسونادي خافت عشان عندها رهاب الدم فكابوتو ضربها ونروتو كان متفاجئ من كابوتو وقال له انت بتعمل كده ليه فكابوتو قال له انت غبي وعشان كده انت نينجا ضعيف فنروتو تدايق واستخدم نسخ الظل وهجم على كابوتو بس كابوتو ضرب كل النسخ وضرب نروتو فشيزوني مسكت نروتو وحدفت على كابوتو سيمبو مسموم بس كابوتو صدوهم بحامية الجبين وبعد كده خد حبوب بلازمة عشان يعوض الدم اللي فقدوا بعد ما عور نفسه وجيرايا قال لشيزوني اهتم انت بكابوتو وانا هاهتم بقورتشي مارو فنروتو قال له طب وانا فجيرايا قال له خليت جنب تسونادي انت مستواك اقل من القتال ده وجيرايا استخدم تقنية الاستدعاء بس مقدرش يستدعي ضفضع كبير واستدعى جماكشي لان جيرايا كان لسه متأثر بالعقار بتاعت سونادي وما كانش قادر يجمع الليتشاكورة بتاعته بشكل طبيعي وكابوتو استدعى تعبان واستخدم ايد قورتشي مارو واستدعى تعبان تاني فنروتو استخدم تقنية الاستدعاء بس استدعى ضفضع صغير اخو جماكشي واللي اسمه جمادسا فكابوتو هاجم هو قورتشي مارو بالتعبين وكسروا الارض فجيرايا استخدم تقنية اسمها مستنقع الظلام وحط تعبان قورتشي مارو استخدم التقنية اسمها ضباب السم بس كابوتو جالها من تحت الارض ومسك رجلها وقطع اوطار رجلها وبعد كده ضربها ودمها جاء على تسونادي فاتسونادي خاف التاني وكابوتو قاعد يضرب في تسونادي ونروتو كان واقع بعد هجوم التعبين وما كانش قادر يقوم بس نروتو راح وقف قدام تسونادي ومنع كابوتو انه يضربها وجمع الليتشاكورة في ايده واستخدم تقنية راسنجان بس كابوتو تفداه وبعد كده اصابه في رجله ووقع نروتو وقرد شمارو هجم براسه على جيرايا بس جيرايا حول شعره الابر حوطته وتفدى الهجوم وقرد شمارو قال له انت إلا عجبك في نروتو عشان تاخده معك في كل حتة ده نينجا قدراته ضعيفة فجيرايا قال له انت مواجب بساسكي عشان ساسكي ذكي بس الزكاء مش كل حاجة نروتو عنده صبر وقوة تحمل كبيرة تفوق ساسكي بمراحل عشان كده هيبقى نينجا اسطوري وكان لسه نروتو واقع وكابوتو كان بيضرب فيه وقال له اهرب احسن ودسونادي كانت حاسة ان نروتو بيفكرها بدان ونوكي بس ما كانتش قادرة تعمله حاجة بس نروتو هو بيتضرب مسك رجل كابوتو فكابوتو ضربه تاني فدسونادي قالت لنروتو امشي ما تدفعش عني بس نروتو عمل نسخة منه وكابوتو هجم عليه بالكناي فنروتو مسك ايد كابوتو بالكناي وايده تعورت ونروتو قال لكابوتو انا مسك ايدك وانت مش هتقدر تتحرك ونروتو خلى النسخة تساعده انه يجمع الليتشاكورة في ايده واستخدم راسنجان وبعد كده ضرب بها كابوتو فكابوتو طار لحد ما لزق في صخرة وتسونادي قالت مستحيل نروتو قدر يتقن الراسنجان في اسبوع واحد بس فجأة نروتو وقع واغمع ليه وكابوتو بدأت جروحه تشفى وقال لتسونادي انا قوة استشفائي عالية جدا بس مرة واحدة كابوتو وقع هو كمان وما كانش قادر يتحرك وقال معقول الراسنجان دي قوية لدرجة انها توقعني وتسونادي كانت خايفة على نروتو وسمعت دقات قلبه ولاقيت ان عنده اضطراب في دقات القلب وكابوتو قال لها نروتو مات ومش هيقوم تاني انا قطعت الليتشاكورة المحيطة بقلبه وقلبه مش ممكن يتعافى فاتسونادي استخدمت تقنية علاجية على نروتو بس نروتو ما كانش بيتنفت فاتسونادي افتكر الدان ونوكي وقعدت تعيط وقالت لناروتو ما تموتش وفجأة نروتو مسك العقد وقال لتسونادي انا كسبت الرهان فكابوتو قال مستحيل واتسونادي قلعت العقد ولبسته لناروتو بس مرة واحدة قررت شمارو مسك جرايا بلسانه ووقعه وخرج سيف من بقه وكان عايز يقتل نروتو فاتسونادي حمت نروتو واخدت الضربة مكانه فاوريتش مارو قال لها ابعدي عن طريقي نروتو دا لو عايش هيبقى فيه مشاكل كتير في المستقبل فاتسونادي وهي بترتاجف من الدم ما قالت له انا هحمي نروتو عشان نروتو هيبقى الهوكاجة بتاع قريتي في المستقبل فاوريتش مارو ضربها بالسيف تاني وكان هيقتل نروتو بس تسونادي جات حميته واخدت الضربة بتاعت السيف لتالت مرة فاوريتش مارو قال لها انت مش هتقدر تقتلي انت لسه بترتاجي فيه من رهاب الدم بس فجأة ارتجاف تسونادي وقف وضربت قورتشي مارو وقامت وحررت ختم موجود في رأسها واستخدمت تقنية اسمها تحرير الختم السري وشفت كل جروحها وقالت لقورتشي مارو انا بقالي سنين بخزن اللي تشاكورا في راسي واللي تشاكورا دي بتجدد كافة اعضاء وانظمة الجسم عشان كده عمري ما هموت في معركة واستخدمت تسونادي تقنية الاستدعاء فجرايا قام واستخدم تقنية الاستدعاء هو كمان وقورتشي مارو راح لكابوتو عشان يستخدم تقنية الاستدعاء ودسونادي استدعت دودة اسمها كاتسي وهو جرايا استدعى جامبونته وقورتشي مارو استدعت هابان اسمه مندا ومندا قال لقورتشي مارو انا عايزك تجيب لي ميت شخصة كلهم بعد مساعدك في المعركة دي فكابوتو قال مندا غدار ولو عارف انقورتشي مارو ما بيعرفش يستخدم ايده وما بيقدرش يعمل اختام هيخضر بيه وتسونادي خلت شيزوني تاخد ناروتو وتبعد وبدأت المعركة هو كاتسي وضربت مندا بهلام حمضي فمندا هجم عليها ولف عليها لحد ما ضغطها وجامبونته هجم بسيفه بس مندا مسكه وكاتسي ومن ضغط مندا اتحولت لديدان صغيرة بس الديدان الصغيرة اتجمعه وتحوله لكاتسيو تاني ومندا حدف سيف جامبونته على كاتسيو فجرايا خل جامبونته يطلع زيت من بقه وجرايا استخدم تقنية اسمها قازف لها بزيت الضفضع بس مندا ساب جلده يتحرق وجي من تحت الارض من ورا جامبونته فتسونادي جات بسيف كبير وضربت مندا فأوريتش مارو خرج لسانه وخنقها بيه بس تسونادي فكت لسانه وجابته وضربته وجابته من لسانه تاني وقعدت تضرف فيه كتير بأيديها ورجليها لحد ما أوريتش مارو ما بقاش قادر يتحرك وانتهت المعركة وكابته راح يتطمن على أوريتش مارو فأوريتش مارو قام وقال لسانه في يوم هعلك دراعي وهاجة دمر قرية كونها ومشي أوريتش مارو هو وكابته وبدأت الأثار الجانبية بتاع التقنية تحرير الختم السري تظهر على تسونادي وكانت بترجع لشكلها بتاع الخمسينات بس تسونادي قالت لجرايا لما استريح حرجع لشكل بتاع العشرينات تاني وفق ناروتو بعد كده ورحوا مطعمه جرايا قال له تسونادي وفقت وهتبقى الهوكاجي فناروتو قال له دي مستهترة هو مش هينفع تبقى الهوكاجي فتسونادي قالت له تعال نتقاتل برة تاني وخرجوا برة وناروتو هجم عليها فتسونادي طيارت حامية الجابين بتاعته وبعد كده بسته في راسه وقالت له عايزك تبقى راجل حقيقي في المستقبل ومشيوا بعد كده ورجعوا قرية كونوها ومستشارين القرية همارو وكوهارو قالوا لتسونادي احنا هنجيب الحكام الاقتعيين دلوقتي عشان نعلنك الهوكاجي الخامس وناروتو بعد كده قال لها انا عايزك تعالجي ساسكي وكاكاشي ولي فتسونادي راحت المستشفى وعالجت ساسكي وبعد كده علجت كاكاشي بس لما راحت للي قالت له انت حالتك صعبة ولازم لك عملية ونسبة نجاح العملية 50% ولو العملية فشلت هتموت فلي بعد ما سمع كلامها بقى حزين جدا وخرجت تسونادي من عنده وقعدت في حانة ومسكت كتاب وقعدت تقرى فيه فشيزوني قالت لها الكتاب ده فتسونادي قالت لها ده كتاب عن تجديد الخلايا بدرسه عشان العملية بتاعت ليه وراحوا بعد كده مكتب تسونادي وشيزوني نامت وتسونادي كانت لسه بتدرس الكتاب ولما شيزوني صحي تلاقيت تسونادي كتابة ان نسبة نجاح العملية بقت 58% وتاني يوم كان حفل تعيين تسونادي كهوكاجي لقرية كونوها والقرية كلها حضرت وبكده يبقى خلص أرك البحث عن تسونادي من أنيمي ناروتو وبنفكركم تاني أننا فتحنا قناة جديدة لملخصات الأفلام والمسلسلات اسمها فيلم في البريك هتلاقي رابط القناة في أول كومنت ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيتجي جديدة على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو ياريت تعملولها فولو لو عايزيني وصلوكو كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب و لايك للحلقة